تسعة عشر حاصر العدو استراتيجية التدمير يستغل الناس اي ثغرة في دفاعاتك لكي يهاجموك وينتقم منك لذا لا تخلق اي ثغرات السر هو ان تغلف اعدائك ان تمارس عليهم ضغطا مستمرا ومن كل الجهات وتهيمن على انتباههم وتقفل عليهم المنافذ على العالم الخارجي فلتكن هجماتك مباغتة لكي تخلق لديهم احساسا بالهشاشة واخيرا حين تشعر بوهان عزيمتهم اسحق قوة ارادتهم عبر تضييق الانشوطة ان المحاصرة الافضل هي النفسية لانك تحاصر عقولهم قرنها الوحش في ديسمبر عام الف وثمانمائة وثمانية وسبعين اعلن البريطانيون الحرب على الزولو القبيلة المحاربة التي متزال موجودة الى يومنا في جنوب افريقيا كانت الحجة الواهية للحرب مشكلات حدودية بين زولولاند ارض الزولو ومستعمرة نتال البريطانية اما الهدف الحقيقي فكان تدمير جيش الزولو وهي القوة المحلية الاخيرة التي تهدد المصالح البريطانية في المنطقة وضم مناطق الزولو الى كونفيدرالية من المستعمرات او الدول تحت ادارة بريطانيا اعد القائد البريطاني الفريق لورد شيلمسفورد خطة اولية لغزو زولولاند بثلاثة صفوف من الجيش على ان يهاجم الاوسط العاصمة اولوندي قلب المملكة تحمس الكثير من الانجليز في نتال لفكرة الحرب والمكاسب المحتملة للاستيلاء على زولولاند لكن ايا منهم لم يكن متحمسا بقدر الكولوني الانطومي ويليام دورونفورد البالغ من العمر ثمانية واربعين عاما وكان الاخير قد تنقل طوال سنوات من مستعمرة بريطانية نائية الى اخرى وانتهى به الامر في نتال وطوال خدمته العسكرية لم ينخرط في اي قتال فكان تواقا لاثبات جدارته كجندي لكنه كان يقترب من سن يصعب فيها تحقيق مثل هذه الاحلام الشبابية وفجأة وضعت هذه الحرب الموشكة على الوقوع الفرصة في طريقه بشوق شديد لكي يثير اعجاب قيادته تطوع دورونفورد بتنظيم قوات نخبة من مواطنين تال الاصليين لكي يحاربوا مع الانجليز وتمت الموافقة على عرضه لكن ما ان بدأ البريطانيون بغزو زولولاند في كانون الثاني عام 1879 حتى وجد دورونفورد نفسه خارج المعركة الكبرى لم يكن اللورد شلمس فورد يثق به ويعتقد بان توقه الى المجد يجعل منه شخصا متهورا ايضا بالنسبة الى شخص لا يتمتع بالخبرات الحربية في ميادين القتال كان يعد متقدما في السن فتم ارسال دورونفورد وقواته الى منطقة روركس دريفت في غربي زولولاند للمساعدة على مراقبة المناطق الحدودية مع نتال وقد انصاع دورونفورد للأوامر رغم شعوره بالمرارة خلال الايام الاولى بعد الاجتياح فشل البريطانيون في تحديد مكان الجيش الرئيسي للزولو ولم يعثروا سوى على شراظم من الجنود هنا وهناك فبدأوا يشعرون بالاحباط وفي الحادي والعشرين من كانون الثاني قاد شلمسفورد نصف الجيش المركزي الذي كان يعسكر عند قاعدة جبل ايزين دلوانا واتجه به شرقا للبحث عن مقاتل الزولو فاذا ما عثر عليهم حقا يمكنه ان يستدعي بقية جيشه وفي هذه الحالة يمكن ان يهاجم الزولو المعسكر في غيابه وكانت القوات الموجودة في روركس دريفت تشكل الاحتياط الوحيد الذي يمكن اللجوء اليه فبعث لدورونفورد يطالبه بالانضمام اليه وبصفته كولونيلا فان دورونفورد سيصبح الضابط الاعلى رتبة في المعسكر لكن قدرات دورونفورد القيادية لم تكن تشغل بال شلمسفورد الذي كان منشغلا فقط بمعركته الوشيكة صبيحة الثاني والعشرين من كانون الثاني تلقى دورونفورد الاخبار الذي انتظرها طوال حياته فقاد رجاله الاربعمائة شرقا نحو الجبل ووصل الى المعسكر قرابة العاشرة ليلى وحين قام باستطلاع المكان فهم لماذا وضع شلمسفورد معسكره الرئيسي هناك فالى الشرق والجنوب هناك اميال من الاراضي المعشوشبة بحيث تسهل رؤية مقاتل الزول في حين جاء من هذين الاتجاهين اما الى الشمال فكان هناك الجبل ووراءه سهول نوكوتو وهو جانب اقل امنا بعض الشيء لكن تم وضع الكشافة في نقاط رئيسية في السهول وعند ممرات الجبال سيكشف في الوقت المناسب بعد فترة قصيرة من وصوله تلقى دورونفورد تقريرا يفيد بان مجموعة كبيرة من الزولو تم رصدها في السهول متجهة شرقا ربما لكي تهاجم قوات شلمسفورد من الخلف وكان الاخير قد اعطى اوامر محددة بابقاء الالف وثمانمائة جندي في معسكر ايزين دلوانا معا وكانوا يملكون ما يكفي من قوة النيران لهزم جيش الزولو باسره لكن عليهم ان يبقوا متراصين ومتيقظين لكن بالنسبة الى دورونفورد كان اكثر اهمية من ذلك العثور على قوة الزولو الرئيسية فقد بدأ الجنود البريطانيون يتوترون لعدم معرفتهم مكان هذا العدو المتبخر كان لدى الزولو خياله ويقاتل العديد منهم بالرماح حالما يفتضح مخبأهم سيكون كل شيء اخر سهلا فالسلاح المتفوق وانضباطية الجيش البريطاني سينتصيران حتما تصور دورونفورد ان شلمسفورد حذر اكثر مما يلزم فقرر بوصفه الضابط الاعلى رتبة في المعسكر ان يخالف الاوامر ويقود رجاله الاربعمائة باتجاه شمال الشرق بموازات سهول نوكوتو لكي يكتشف ما الذي ينوي عليه الزولو حين خرج دورونفورد من المعسكر رأى كشافته حفنة من الزولو على بعد اربعة اميال فطاردهم دورونفورد بحصانه لكنهم اختفوا فجأة في الهواء فاقترب من النقطة التي اختفوا عندها واوقف حصانه في اللحظة المناسبة تماما تحته كان ثمة غدير عميق وعريض مختف كليا عن سطح الارض وبقدر ما يمكنه ان يرى على جانبي الغدير رأى مقاتل الزولو محتشدين بعدتهم القتالية الكاملة وعيونهم تقدح شررا بدى له انهم يتشاورون في شأن المعركة الوشيكة وللحظة لم يقوى على الحراك حين رأى مئات الرماح مصوبة نحوه قبل ان يفر مسرع نهض الزولو بسرعة وبدأوا يتدفقون من الغدير بعد فترة وجيزة رأى الكشافة الاخرون في السهول المشهد المخيف نفسه خط عريض من الزولو يسد الافق ولا يقل تعداده عن عشرين الف جندي وحتى عن بعد كان واضحا ان هذا الخط يتحرك ضمن تشكيل عسكري وكل من طرفي الخط يتقدم بشكل يشبه القرن ابلغ الكشافة المعسكر بهذا التطور وحين تلقى دورنفورد الاخبار كان يمكنه النظر الى حواف الجبل ليرى الزولو يتدفقون على السفح شكل رجاله سريعا في خطوط لكي يصد المقاتلين بينما يتراجع الى المعسكر كانت مناورات الزولو دقيقة بشكل لا يصدق وما لم يره دورنفورد هو ان المقاتلين عند الطرف الايسر من القرن كانوا يتقدمون عبر الحشائش الطويلة نحو مؤخرة المعسكر لكي يتصلوا بالطرف الاخر من القرن ويكملوا الدائرة بدأ ان المقاتلين الذين يواجهون دورنفورد بدأ ان المقاتلين الذين يواجهون دورنفورد ورجاله يبرزون من الارض ويظهرون من وراء الصخور او من بين الاعشاب باعداد متزايدة ثم تقوم مجموعة منهم من خمسة او ستة رجال بالهجوم رامين الرماح ومطلقين رصاص البنادق ثم يعاودون الاختفاء في العشب وحين يتوقف البريطانيون لاعادة حشر بنادقهم بالذخيرة يتقدم الزول اكثر ويصل احدهم الى خطوط دورنفورد ويسرع جنديا بريطانيا برمحه القوي الذي يصدر صوتا لا يحتمل وهو يخترق الجسد تمكن دورنفورد من اعادة رجاله الى المعسكر كان البريطانيون محاصرين لكنهم رص الصفوف واطلقوا النيران قاتلين عشرات المقاتلين ومبقيهم بعيدا عنهم كان الامر اشبه بالتمرن على اصابة الاهداف كما توقع دورنفورد فان تسليحهم المتفوق كان يشكل فرقا حاسما نظر حوله تحول القتال الى جمود وكان جنوده يردون بثقة نسبية بالنفس لكنه لاحظ ان وطيرة اطلاق جنوده للنيران تتراجع تدريجيا بدأت تنفد الذخيرة وفي الوقت الذي يتطلبه فتح صندوق جديد واعادة حشو بنادقهم كان الزول يضيقون الدائرة وبدأ الذعر يسري بين الجنود وهم يرون هنا او هناك احد زملائهم يقتل بالحراب كان الزول يقاتلون بضراوة لم يرى البريطانيون مثيلا لها مندفعين الى الامام كما لو ان الرصاص لا يؤثر فيهم كما لو كانوا في غيبوبة فجأة حين احس الزول بان المعركة تتحول لصالحهم بدأوا يضربون حرابهم بدروعهم ويصرخون اوزوتو صرخة الحرب المرعبة عند الطرف الشمالي من المعسكر تراجعت مجموعة من الجنود البريطانيين فقد قلة ارعبهم منظر الزول واصواتهم على بعد بضعة ياردات منهم لكن الزول تدفقوا من الثغرة التي نشأت بعدها بدأ المقاتلون الذين يشكلون الدائرة باطلاق حرابهم على البريطانيين قاتلين اعدادا كبيرة منهم ومدمرين خطوطهم ثم بزغت من العدم مجموعة اضافية وتشكلت وراء خط الدائرة مضاعفة من قوة ضغطها حاول دورنفورد الحفاظ على انتظام صفوفه لكن كان قد فات الاوان بغضون ثوان ساد الذعر واصبح كل رجل يقاتل وحيدا دفاعا عن حياته هرع دورنفورد للثغرة وحاول ان يبقيها مفتوحة بحيث يتمكن رجاله الباقون من الانسحاب الى روركس دريفت بعد بضع دقائق كان مخوزقا على احد الرماح وانتهت معركة ايزين دلوانا تمكن بضع مئات من الفرار عبر الثغرة التي مات دورنفورد وهو يحاول تأمينها اما البقية نحو 1400 جندي فقد قتلوا جميعا بعد هزيمة مروعة كهذه خرجت القوات البريطانية بسرعة من زولولاند لتنتهي الحرب لكن على عكس ما توقع البريطانيون تفسير بعد بضعة اشهر من تلك الهزيمة قام البريطانيون باجتياح اعظم وهزموا الزول اخيرا لكن درس تلك المعركة لا يزال مفيدا تحديدا بسبب التفاوت التكنولوجي الهائل كانت طريقة الزولو في القتال قد بلغت الاكتمال في بداية القرن التاسع عشر مع الملك شاكا زولو الذي حول بحلول 1820 قبيلة صغيرة نسبيا الى اكبر قوة مقاتلة في المنطقة فقد اخترع رمح الزولو الثقيل والمروس الذي يدعى اسجاي وكان له قوة تدميرية في المعارك كما فرض نظامية صارمة ودرب رجال الزولو على التقدم ومحاصرة اعدائهم ضمن دائرة بدقة شبه ميكانيكية كانت الدائرة تشكل عنصرا بالغ الاهمية في ثقافة الزولو كرمز لوحدتهم الوطنية وعلامة على فنهم واسدوبهم القتالي لم يكن بمقدور الزولو القتال طويلا اذ ان ثقافتهم تفرض طقوس تنظيف بعد سفك الدماء في المعركة وخلال تلك الفترة يكونون بالغ الهشاشة تجاه الهجمات لا مقاتل زولو يستطيع القتال مجددا او حتى لانضمام الى القبيلة قبل ان ينظف نفسه ولهذا السبب فانهم ما كانوا يقاتلون لهزم العدو فحسب بل لابادته بالكامل تحسبا لهجوم مضاد خلال فترة التنظيف وكانت محاصرة العدو في دائرة اسلوب الزولو للوصول الى هذا النوع من النصر الكامل قبل اي معركة يستكشف الزولو المنطقة بحثا عن اماكن للاختباء اذ ينظر واحدنا الى اراضي جنوب افريقيا المعشوشبة وسهولها فانه يرى مشهدا فسيحا ممتدا لكن هذه الاراضي تخفي غالبا الغدران والمجاري المائية التي يصعب رؤيتها من اي مسافة كانت كما ان الاعشاب والصخور تشكل غطاء ممتازا حتى عن مسافات قريبة بعد اكتشاف هذه الامكنة يهرع الزول اليها بارجلهم الصلبة كالجلد بسبب سنوات من الركض على الاراضي العشبية كما كانوا يرسلون مجموعات استطلاع كتمويه عن تحركات القوات الرئيسية ما ان يخرجوا من مخابئهم وينطلقوا الى المعركة حتى يبدأوا بتشكيل ما يسمونه القرنين الصدر والصلب اما الصدر فهو الجزء المركزي من الخط الذي يثبت العدو في مكانه بينما يحاصره القرنان من طرفي الخط ويتقدمان الى الجوانب والمؤخرة غالبا ما يبقى احد القرنين اي طرفي الخط مختبئا وراء الاعشاب الطويلة والصخور وحين يبرز لكي يكمل الدائرة فانه يحدث صدمة نفسية لدى العدو اما الصلب او الاصلاب فهي قوة الاحتياط التي يأتي دورها عند توجيه الضربة القاضية هؤلاء غالبا ما يولون ساحة المعركة ظهورهم حتى لا يفرطوا في حماستهم ويشاركوا في القتال قبل اللحظة المناسبة بعد سنوات من وقوع هزيمة ايزيندلوانا القتل لجنة تحقيق بالمسئولية على دورنفورد لكن في الواقع لم يكن خطأه صحيح ان البريطانيين سمحوا للزولو بمحاصرتهم لكنهم نجحوا في تشكيل خطوط منتظمة وصدوا الهجوم بشجاعة واقتدار ما دمرهم كان كلما دمر اعداء الزولو الرعب الناشئ من دقة حركتهم وإحساس العدو بانه يحاصر في دائرة تضيق شيئا فشيئا ورؤية زميل يخوزق برمح الزول الرهيب وصرخات الحرب والحراب التي تنهمر بغزارة لحظة الضعف المطلق والمشهد الكابوسي لقوات الاحتياط وهي تنضم الى الدائرة رغم تفوق سلاحهم فقد انهار البريطانيون تحت الضغط النفسي المحسوب نحن البشر كائنات بالغة الذكاء عند الكارثة أو النكسة نجد طريقة للتأقلم ولكي نحول الوضع لصالحنا نبحث عن اي ثغرة وغالبا ما نجد واحدة نعيش على الامل والمهارة والارادة ان تاريخ الحروب مليء بقصص التأقلم الدراماتيكية وتعديل الاوضاع وعكسها الا في حالة واحدة التطويق وسواء اكان جسديا او نفسيا او عقليا فانه الاستثناء الوحيد لاحتمال عكس مسار الامور حين تنفذ هذه الاستراتيجية بصورة صحيحة فانها لا تمنح اعداءك اي ثغرة يمكنهم استغلالها اي لا تمنحهم اي امل يجدون انفسهم محاصرين في دائرة تضيق حولهم في المجال المجرد للحرب الاجتماعية والسياسية فان الاحاطة ضمن دائرة يمكن ان تكون اي مناورة تحمل عدوك على الاحساس بانه يتعرض للهجوم من كافة الجهات وانه يحشر في زاوية ويحرم من الامل بالقيام بهجوم مضاد يشعر بانه محاصر وتدوي قوة ارادته مثل الزول احتفظ بقوات احتياط الاصلاب التي تتعاون مع القرنين واضرب اعدائك بهذه القوة حين تشعر بتنامي ضعفهم اجعل وضعهم الميؤوس منه يحاصر عقولهم عليك ان تجعل عدوك يرى الهزيمة في اعماق قلبه مياماتو مساشي الف وخمسمائة واربعة وثمانين الف وستمائة وخمسة واربعين مفاتيح الحرب قبل الاف السنين كنا نعيش حياة بدوية نرتحل في الصحارة والسهول ونقوم بالصيد وجمع الطعام ثم انتقلنا للعيش في مستوطنات وبدأنا نزرع طعامنا وقد حقق لنا هذا التغيير الراحة والسيطرة لكننا في جزء من ارواحنا منزل رحلا لا نستطيع منع انفسنا من ربط المساحة التي يمكننا التواف والتنقل فيها بحرية وفي حين تعني الامكنة المغلقة الراحة بالنسبة الى القطط فانها تثير فينا الشعور بالاختناق وقد اصبح هذا الاحساس اكبر اثرا على سايكولوجيتنا على مر القرون الماضية الاحساس باننا نملك الخيارات في وضع معين او مستقبلا متعدد لاحتمالات يترجم بالنسبة الينا الى شيء يشبه الفضاء المفتوح عقولنا تعيش على الاحساس بان ثم تحتمالات ومجالا استراتيجيا للمناورة اما الاحساس بالانغلاق السايكولوجي فانه شديد الازعاج لنا وغالبا ما يجعلنا نبالغ في ردود افعالنا حين يحاصرنا احدهم او وضع معين ضمن دائرة مضيقا خياراتنا وسادا كل المنافذ حولنا نفقد السيطرة على مشاعرنا ونرتكب الاخطاء التي تزيد من سوء الوضع في الحصارات العسكرية الكبرى على مر التاريخ كان الخطر الاعظم ينبع من الذعر والارتباك الذين يسودان في الداخل فحين لا يعود المدافعون يرون ما الذي يحدث وراء الحصار ويفقدون صلتهم بالعالم الخارجي يفقدون ايضا احساسهم بالواقع يكون محكوما بالهلاك حين لا تعود تراس ومقاتل الزول يضيقون الخناق حولك فانك تستسلم للذعر والارباك ان معارك الحياة اليومية لا تحدث على خارطة فقط بل على نوع من المجال التجريدي الذي تحدده قدرة الناس على المناورة والتحرك ضدك وتحديد قواك وحرمانك من الوقت الكافي للرد واذا ما اعطيت خصومك اي مجال في هذا الحيز السايكولوجي او التجريدي فسيستغلونه الى اقصى حد مهما كنت قويا ومهما كانت استراتيجياتك لامعة لذا اجعلهم يشعرون بالمحاصرة قلص احتمالاتهم وسد منافذ الهروب عليهم تماما مثل ما يبدأ سكان مدينة محاصرة بفقدان صوابهم فان اعداءك سيجنون لافتقارهم الى المجال للمناورة ضدك هناك عدة طرق تغلف بها اعداءك لكن الابسط بينها قد يكون ان تستعمل الى اقصى حد اي قوة وامتياز تملكه ضمن استراتيجية الاحاطة او التطويق خلال نضاله للسيطرة على صناعة النفط الفوضوية في السبعينيات من القرن التاسع عشر ركز جون دي روكفولر مؤسس ورئيس شركة ستاندر اويل عمله اولا على كسب احتكار سكك الحديد التي كانت وقت ذاك الوسيلة الوحيدة لنقل النفط ثم انتقل للسيطرة على انابيب النفط التي تربط المصافية بسكك الحديد فاتحد منتج النفط المستقلون لتمويل انشاء خط انابيب خاص بهم يمتد من بنسلفينيا الى الساحل متجاوزين الحاجة الى سكك الحديد وشبكة الانابيب التي يملكها روكفولر فحاول روكفولر شراء الارض التي يمر المشروع بها والذي تبنيه شركة تدعى تايدووتر لكن منافسيه التفوا عليه وانشأوا خط انابيب متعرجا على الطريق الممتدة حتى البحر وجد روكفولر نفسه في مواجهة معادلة كلاسيكية في الحرب العدو الذي يملك الحافز يستعمل كل ثغرة في دفاعاته لكي يتفادى سيطرته معدلا اوضاعه ومتعلما كيف يقاتله من مرحلة لاخرى كان الحل الذي خرج به مناورة تطويق اولا بنا روكفولر خط الانابيب الموصل الى البحر الخاص به وهو اكبر من خط شركة تايدووتر ثم انطلق في حملة لشراء اسهم في الشركة كاسبا عددا منها يمكنه من العمل من الداخل للاضرار بمصداقيتها واثارة النزاعات داخلها ثم اطلق منافسة سعرية مقللا من اهتمام العملاء بخط انابيب تايدووتر ثم اشترى معامل تكرير وتصفية قبل ان تتعامل مع تايدووتر بحلول العام الف وثمانمائة واثنين وثمانين اكتمل تطويقه للشركة التي اجبرت على ابرام صفقة تمنح ستاندرد اويل سيطارة اكبر على شحن النفط اكثر مما كانت لديها قبل هذه الحرب قام منهج روكفولر على ممارسة ضغط دائم من شتى الاتجاهات وكانت النتيجة ان ساد الارباك بين المنتجين المستقلين لم يكن بمقدورهم ان يعرفوا بالضبط مدى سيطرته لكنها بدت هائلة بالنسبة اليهم وحين استسلموا كان ما زال امامهم بعض الخيارات لكنهم انهكوا وباتوا مقتنعين بلا جدوى من القتال وقد امكن روكفولر ان يطبق استراتيجية التطويق ضد شركة تايدووتر بفعل الموارد الكبيرة التي يملكها لكنه لم يستعمل هذه الموارد بطريقة عملية فقط بل سايكولوجية ايضا راسما صورة عن نفسه كخصم لا يرحم لا يترك اي ثغرة يستطيع العدو التسلل منها فلم يربح الحرب بسبب قدرته على انفاق الاموال بل باستعماله موارده لخلق ضغط سايكولوجي لكي تطوق اعداءك عليك ان تستعمل كل الموارد المتاحة لك اذا كان لديك جيش ضخم استعمله لكي تخلق الانطباع بان قواك منتشرة في كل مكان وتنشئ به ضغط المحاصرة الدائرية هكذا تمكن تسان لوفيرتور من انهاء العبودية فيما يسمى اليوم تهيتي في نهاية القرن الثامن عشر وتحرير الجزيرة من الفرنسيين استعمل تفوقه العددية ليثير انطباعا عاما لدى المستعمرين البيض بانهم محاصرون بلا امل من قبل قوة معادية ليس بامكان اي اقلية الصمود طويلا امام احساس كهذا تذكر هذا ان قوة التطويق سايكولوجية بالمطلق وان تجعل الطرف المقابل يشعر بالهشاشة النفسية امام هجوم يأتيه من كل صوب مفيد بقدر المحاصرة الجسدية نفسها نشأت ضمن المذهب الاسماعيلي الشيعي بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر ميلادي مجموعة عرفت لاحقا باسم الحشاشين طورت استراتيجية قتالية تقوم على اغتيال القادة المسلمين الذين حاولوا اضطهاد مذهبهم كان منهجهم ان يدسوا قاتلا ضمن المجموعة الداخلية للشخص الذي يستهدفونه وربما يكون حتى واحدا من حراسه لم يعد اي خليفة او وزير يشعر بالامان فالتقنية كانت تحفة في اقتصاد الموارد ففي نهاية الامر لم يقتلوا الا بضعة افراد لكن التهديد الذي فرضوه منح الاسماعيليين سلطة سياسية واسعة ان ضربات قليلة توجهها لاعدائك في الوقت المناسب بطرق عدة ومن شتى الاتجاهات يمكن ان تحدث التأثير نفسه غالبا ما يتحول الاقل الى اكثر في هذه الحالة فالكثير من الضربات سيعطيك شكلا وشخصية شيئا يستطيع الطرف الاخر ان يرد عليه ويطور استراتيجية لمحاربته بدلا من ذلك كن متبخرا اجعل مناوراتك غير قابلة للتوقع وعندها تصبح محاصرتك الدائرية والسيكولوجية اكثر اكتمالا وجدية ان افضل اشكال الحصار الدائري هي تلك التي تنقض على نقاط ضعف العدو المسبقة والموروثة كن متيقظا اذا لأي اشارة على التبدح والتهور او اي ضعف سيكولوجي اخر ما ان رأى تشيرشل جنون العظمة لدى هتلر حتى بدأ يكون الانطباع بان المحور معرض للهجوم من اي مكان البلقان ايطاليا غرب فرنسا كانت موارد تشيرشل قليلة وبالتالي فان تلك التهديدات لم تكن سوى اشارات مخادعة لكنها كانت كافية لان رجلا مثل هتلر لا يمكنه احتمال ان يكون هشا في اي اتجاه وبحلول العام الف وتسعمائة واثنين واربعين كانت قواته قد انتشرت عبر انحاء واسعة من اوروبا وحيل تشيرشل جعلته يمدها اكثر وفي لحظة معينة حمله هجوم صغير في البلقان على وقف قواته عن غزو روسيا وهو الامر الذي كلفه الكثير لاحقا غذ مخاوف الشخص الارتيابي مثل هتلر وسيبدأ بتخيل هجمات لم تخطر لك على بال ان عقولهم المستفزة اكثر من اللازم ستتولى عنك محاصرة نفسها دائريا حين بدأ القائد القرطجي هنبعل يخطط لما اتضح فيما بعد انه اعظم عملية تطويق في التاريخ العسكري اي انتصاره في معركة كان في مائتين وستة عشر قبل الميلاد بلغه من جواسيسه ان احد جنرالات الرومان الذين يواجهونه يدعى فارو وهو شخص متبجح ومغرور ومدع كان الرومان يفوقون جيش هنبعل بنسبة الضعف لكنه اتخذ قرارين استراتيجيين قلبت المعادلة اولا جر الرومان الى منطقة ضيقة حيث يصعب على جيشهم الضخم القيام بالمناورات ثانيا اضعف مركز خطوطه ووضع افضل جنوده وخيالته عند اطرافها هاجم الرومان بقيادة فارو المتسرع قلب جيش هنبعل الذي قام بالتراجع فاندفع الرومان بقوة اكبر ومثل ما فعل الزول حين احاطوا البريطانيين ضمن دائرة فان الطرفين الخارجيين للخط القرطجي بدأ يقفل على الرومان في عناق شديد ومميت ان الاشخاص المدعين والعنيفين والمتبجحين يسهل استدراجهم الى افخاخ استراتيجيات التطويق العب دور الضعيف او الساذج وسيهاجمون مباشرة دون ان يتوقفوا ليفكروا الى اين هم ذاهبون لكن اي ضعف عاطفي عند العدو او اي رغبة جامحة او امنية لم تتحقق يمكن ان تكون عنصرا في التغليف هكذا طوق الايرانيون ادارة الرئيس رونالد ريغان في عامي 1985 و 1986 فيما بات يعرف باسم ايران جيت كانت امريكا تقود حظرا دوليا على بيع الاسلحة لايران التي اكتشفت في محاربتها لهذا الحظر نقطة ضعف امريكيتين اولا ان الكونغرس اوقف تمويل حرب الكونترا ضد حكومة ساندينيستا في نيكاراكوا وهي قضية عزيزة على قلب ادارة ريغان والثانية الاضطراب الامريكي بسبب ازدياد اعداد الرهائن الامريكيين في الشرق الاوسط تمكن الايرانيون عبر اللعب على هذه الرغبات باستدراج الامريكيين الى فخ يشبه فخكان سيعملون على اطلاق الرهائن ويمولون الكونترا سرا مقابل الحصول على الاسلحة كان يصعب مقاومة هذا العرض لكن مع دخول الامريكيين اكثر في هذه الشبكة من الازدواجية الصفقات الخلفية اللقاءات السرية بدأوا يشعرون بان المساحة المتاحة لهم للمناورة بدأت تضيق ببطء صار الايرانيون قادرين على المطالبة بالمزيد لقاء تقديم القليل وفي نهاية الامر حصل الايرانيون على الكثير من الاسلحة في حين لم يحصل الامريكيون سوى على حفنة من الرهائن وليس ما يكفي من المال لاحداث فرق في نيكاراكوا الاسوأ من ذلك ان الايرانيين كاشفوا الديبلوماسيين الاخرين بهذه اللقاءات السرية مقفلين دائرة الحصار عبر التأكيد على انه سيتم فضح هذه اللقاءات امام الشعب الامريكي بالنسبة الى المسؤولين الحكوميين الذين كانوا متورطين بهذه العلاقة لم يكن هناك من منفذ للهروب من الورطة التي وجدوا انفسهم فيها واذ شعروا بالضغط الكثيف يمارس عليهم من كافة الجهات بعد ان تسربت انباء الصفقة الى العلن فان محاولاتهم للتغطية عليها او تبريرها زادت الوضع سوءا حين تستدرج اعداءك الى فخ كهذا اجعلهم يشعرون دائما بانهم مسيطرون على الوضع وسيتقدمون بقدر ما تريد لهم ذلك الكثير من الامريكيين الذين تورطوا بفضيحة ايرانجيت كانوا مقتنعين بانهم هم من يخدعون الايرانيين السذج اخيرا لا تحاول ان تطوق ببساطة قوى عدوك او مشاعرهم المباشرة بل استراتيجيتهم الشاملة واطار عملهم برمته هذا الشكل المطلق من التطويق يشترط اولا دراسة الاجزاء الصلبة التي يمكن توقعها في استراتيجية عدوك ثم وضع استراتيجية جديدة خارج خبرتهم حين هاجم المغول جيوش الاسلام والروس والبولنديين والهنغاريين والنظام التوتاني فانهم لم يهزموا هذه الجيوش فحسب بل ابادوها عبر خلق شكل جديد من الحرب المتحركة ضد اعداء غارقين في اساليب قتالية عمرها قرون من الزمن هذا النوع من التفوق الاستراتيجي يمكن ان يؤدي الى النصر ليس في اي معركة محددة بل في الحملات الواسعة اي الهدف الاقصى لأي شكل من اشكال الحروب صورة الانشوطة ما ان يتم وضعها حتى يستحيل التخلص منها وينعدم الامل بالخلاص لمجرد تفكير العدو بانه عالق فيها فسيصاب باليأس ويبذل قصار جهده للتخلص منها ليسرع فقط دماره الذتي حجة ضع قردا في قفص ويصبح كالخنزير تماما ليس لانه غير ذكي او غير سريع لكن لانه لا يعود لديه مكان يمارس فيه قدراته بحرية يونانزي القرن الثاني قبل الميلاد نقض ان خطر الاحاطة او الحصار الدائري او التطويق انه ما لم يكن كاملا فسيضعك في موقع هش فقد اعلنت عن خططك واصبح العدو مدركا انك تسعى الى ابادته وما لم تتمكن من صرعه بضربة قاضية سريعة فسيبذل قصار جهده لا ليهزمك فحسب بل ليدمرك لان هذه الطريقة الوحيدة التي يضمن فيها سلامته بعض الجيوش التي اخفقت في عمليات التغليف وجدت العدو يطبق حصارا دائريا حولها الجأ الى هذه الاستراتيجية فقط حين يكون ثمة فرصة معقولة للوصول بها الى النهاية التي ترجوها ترجمة نانسي قنقر